حيث يجتمع مختصون بقطاع الطاقة المتجدد على ضرورة الارتقاء بهذا القطاع حيث تم إبرام اتفاقية تجمع خمس متعاملين اقتصاديين بالطاقة المتجددة تهدف لدعم سياسة التقوية بالجزائر ودعم المتعاملين للرفع من قيمة انتاجهم السنوية تغذية كانت لصحة اللونس وهناك مؤسسة فكرية, هذا مكان مكان يدعين ويشاركوا 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 فيادي ويشاركوا فيادي ونيشاركوا فيادي وانتجرائهم ونشرهم مع مؤسسات المعنية بالأمر متعاملين جديد لذلك يمكننا أن أعادة البيئة البيئة للغاية أعادة البيئة البيئة تستطيعون 500 ميغواطات حتى يتحدثون أجل التواصل وحتى يكون ألس الميغواطات هذا هو مهم قدرار لا يوجد المنسيات في الأجانب في الأجانب وفي أن نفعل ونفعله لنكمل ون تقومل ونريد الأسطورة من المتجميلات في الأجانب وفي السياق ذاته اشتكى عدة متعاملين من العراقيل التي تواجه نشاطهم خاصة ما تعلق بغياب التهيئة على مستوى بعض المناطق الصناعية زيادة عن ارتفاع قيمة الضرائب بالمواد الأولية العراقي طبعا على كل استثمار في الجزائر العراقي اللي عنا هو منطقة صناعية تصور ما فيها لا كهرباء ولا ماء ولا غاز ولا أي شيء يعني أرض جرداء ما فيها حتى حاجة على الرغم من منطقة صناعية تكزيستي من تقريبا أربع سنوات ولا خمس سنوات تقريبا شيء غريب جدا أنه تصوري أنه المادة الأولية لداخلها في تصنيع لوحات شمسية خاد على الضرائب وجمالك أكثر من اللوحة المساوذة من الصين نديرو كل ما يستحق مشروع تعتقى الشمسية من المهندسة شفتوا الزمالاء عندهم الالجيريا كان لستركتور ميتاليك جزائرية عندنا كل ما لدينا البقاءات مع المسانية إذا كنت خدموا هذاء المشاريع ونكرر نواشيدي وش رأن نسنى؟ ورأن نسنى وهذا البرنامج اللي أنا نحضرون هذي بالبقاءات المحلية يقلون ن 맞يحون بأن نديرو آجيقة أو أكاتجيقة نحن رأن نسنى ويتخرج في الواقعي